نخلينا نكلف الأول على السلوكيات الشباب ليه النهاردة بنشوف الشباب بتنزل الميا رغم أنه فيه ارتفاع في الموج رغم أنه فيه الأعلام اللي يمكن تكلمنا عنها عرفني الأول إيه هو العالم اللي بتحط معناه إيه لما يبقى فيه عالم نونه أحمر أنا كمرتاد للشاطئ النهاردة أنزل بحر ولا لأ فهمني السلوكيات دي إيه عندنا فيه أكواد دولية معترب بيها في العالم كله اللي هي بنقول عليها اسمها الأعلام أدوات الإنقاذ من أهمها الأعلام عندنا ثلاث أعلام اللي هو الأحمر والأصفر والأخضر دي زي إشارات المرور الأخضر بتبقى الدنيا سيف جدا ودائما نحن بنقول للكرة هي عمل حاجة اسمها سومنجيري أو تحديد منطق للسباحة محدش يعديها ما بعد كده تبقى أخضر معظم الشواطئ بتعملنا معظم الشواطئ عامين الفترة دي حقيقة ودي الحاجات اللي احنا لحظناها عالم الأخضر الدنيا تمام ما فيش مشكلة الدنيا تنزل تحت إشراف المنقص برضه العالم الأصفر بيبقى فيه موجة عالي شوية نقدر نستخدم المية وننزل بحظر العالم الأحمر ممنوع تماما تماما أن حد ينزل المية ويمكن من ثلاث يام بيبقى فيه حاجة اسمها سحب في المية بيبقى في الموجة عالي بيبقى الخطر ويمكن دي من ثلاث يام الحالتين اللي حصلوا في الساحل هي كان سببها أن فيه العالم الأحمر مرفوع نزلوا بالليل أو بالنهار هي العالم تنوى مرفوع وفيه تحزيرات ما فيه حد ينزل المية وإحنا عندنا في الاتحاد بنزل لما بيكون فيه موجة عالي حتى بعيد عن الأعلام لو حد يشوف العالم مسافر اليوم ده ما يعرفش يورح في الفترة اللي ما انتهت وخد نفسه نزل لأننا بنزل ممنوع نزول المية وممنوع استخدام الشواطئ والمفتوحة أو أي حاجة داخل البحر يعني لما بيبقى فيه سحب في بعض الناس تقولك أنا برفعهم كويس قوي ده أنا كنت سباح عظيم وأنا عايزة أقول بالمناسبة حاجة بس أنا قبل كده حصلت لي أنا كنت بعهم وأنا صغير من 6 سنين وكنت بلعف في نادي سباح عدت كم سنة كده يعني مش كتير لكن مش سباحة لكن كنت عندي المعلومات الكافية اللي تخليني أنزل المية وعهم وفي وقت كان فيه سحب وغزبا عنك عضلاتك بتخونك أنت مش هتقدر تقاوم المية لفترة كبيرة قوي إنك ترجع تاني إيه اللي بيحصل؟ يعني هل اللي حصل معي ده مثلا ممكن يكون بيحصل مع ناشة تانية؟ آه طبعا بص حضرتك سباح لما ينزل المية اللي بتعرض للغرق ده المسابحين كتير جدا بيغرق فكرة إنه ننزل عوم هي سرع بيحصل بين سباح وبين مية عشان يوصل لزمن معين فده كان بالنسبة كسباح واحد نازل استجمام في مية حضرتك فكرة إنه نسلم نفسه المية دي كسباح لو عنده الثقافة دي مش هيتعرض للغرق حتى لو فيه سحب سحب خدني ودخلني لجوه مش هعمل لحاجة فكرة إنه نسيب جسم تماما وإنه نسلم مقاومش مقاومش المقاومة دايما كل ما يبقى فيه مقاومة من الجسم كل ما كسفت الجسم بزيد كل ما بتعرض حدول القطر أكتر الغرق ما اخترش مين يستباح ومين يستباح الغرق بياخد أي حد بالذات في موضوع السحب حضرتك في قرية كنت من أربعة يام اليوم ما حصل في حالة الغرق بتاعت بالليل دي قبلها فترة كان فيه سحب حصل خد 18 بنا آدم قدام عنايا طب والكوايسين حصلوا بحايا اه كوايسين وخرجوا وماشاء الله الموقوزين قاموا بدرهم بكواس قوي والموقوزين مؤهلين ومضربين بشكل كواس جدا الفكرة ان احنا دايما نتبع تعليمات المنقص لو انا سباح ونزلت المية او انا شخص عاد نزلت المية حصل دامج او حصل لي المية سحبتني ودخلت جوه سلم نفسك للمية خلاص سيب جسمك تماما وانت الموجة هيخرجك برا مرة في التانية في التالتة لحد ما يجيلك يا اما منقص بأداة يا اما هتلاقي نفسك قربت المكان أمان لحد ما تخرج ما بتعرفش تعوم ما تدخلش أكتر من اللازم خلي دايما يبقى فيه لكتول ويوم السحب على فكرة ودي دايما المشكلة اللي بتحصل حالات الغرق لو فيه سحب او فيه موجة عالي حضرتك بتلاقي نفسك على البيتش او على الرمل من برا لحد النص جات موجة بقى حالتك ملكيش طول الموجة اللي بعدها بقيته جوه المية وده بسبب برضو او دي من ضمن الثقافة اني بنقولها للشخصية جماعة لما حد ينزل المية سلم نفسه تماما ده المنقذ ويتبع تعليمات ويتبع اتجاهات اللي بيقوله عليها ننزل هنا لا ننزل ما ننزلش هنا بقى ما ننزلش تماما لين دايما بيحصل احنا دايما بنغز المنقذين يقولوهم تعمل لما يكون فيه علم اصفر او علم احمر بتعمل حاجة اسمها مسحة اول الصبح عشان تتطمن ايه الاماكن واخبار المية ايه عشان تبدأ تعمل تقضي يومك تقول الناس ممنوع النزول او مش ممنوع النزول اشتركوا في القناة